في خطوة تهدف إلى فرض هيبة الدولة وسيادتها ووضع حد لانفلات الميليشيات المدججة بسلاح أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرسوما ديوانيا بدمج فصائل الحجر الشعبي ضمن قوات الجيش العراقي أمر أصدره عبد المهدي بإغلاق جميع مقرات الحجر بالمدن وخارجها وتحديد معسكرات تجمعها مع تغيير مسمياتها إلى أخرى عسكرية نظامية وحتى نهاية الشهر الجاري إما أن تترك الميليشيات السلاح وتنخرط في العمل السياسي أو تندمج في صفوف الجيش خياران ما عداهما ستكون تلك التنظيمات خارجة عن القانون وهدفا للملاحقات الأمنية أنا الأولي تنظيم وضع فصائل الحجر الشعبي بشكل قانوني ونظامي والأمر الديواني كان واضح في هذا الاتجاه وكل الشيء تحت في إطار القوات المسلحة العراقية ولا سلاح خارج الدولة هذا هو المبنى الأساسي الذي نسير عليه خطوة لا يمكن فصلها عن الجهود الأمريكية لمواجهة إرهاب النظام الإيراني حيث سبق وأن شدد وزير الخارجية مايك بومبيو خلال زيارته إلى بغداد في مايو الماضي شدد على ضرورة وضع الميليشيات الإيرانية تحت سيطرة الدولة كما أنها تأتي في أعقاب تعرض مصالح أمريكية في العراق لتهديدات بإعاز من الحرس الثوري الإيراني الذي يأنه وحزب الله اللبناني وحركة النجباء وغيرها من الميليشيات الإيرانية تحت وطأة العقوبات الأمريكية خطوة قوبلت بترحيب واسع أعلن معها زعيم طيار صدر مقتدى الصدر فكر تباطه بصرايا السلام كما دعا زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي إلى تنظيم قوات البشمرجة وجميع الفصائل العسكرية وشبه العسكرية بالبلاد لكن يظل التحدي قائما في قدرة الحكومة على تطبيق قرارها بشكل صارم السبقه بعمين قرار ظل حبرا على ورق كما عبر البعض عن خشيته من أن تتحول تلك الميليشيات داخل الجيش إلى نموذج يشبه الحرس الثوري الإيراني وبقاء ولايتها إلى ولاية الفقي لبرنامج هنا رياض شادي أنور اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر